المجلس الأعلى نظرة ثاقبة ومتابعة حثيثة مستمرة وجهود صبورة وتوجيهات سديدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أسهمت في وصول المرأة البحرينية إلى المكانة التي تحظى بها اليوم في مختلف المجالات وعلى كل المستويات وفيما تحتف المملكة البحرين بذكرى مرور 19 عاما على صدور الأمر الملكي السامي بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة نستذكر معا كيف كان هذا المجلس ذراعا تنفيذيا لإرادة ورؤية صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة في دعم المرأة البحرينية وزيادة مساهماتها في نهضة مجتمعها ورفض مسيرة الازدهار والتنمية بمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة وعاما بعد عام يحقق المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدة إنجازات انتقلت للعالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة مع مواصلة جهود سموها المباركة لتعزيز التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بقضايا المرأة وواصلت سموها مد يد العون والإعراب عن الفخر والتقدير لكل النساء البحرينيات في المناصب العليا مباركة سموها جدارة واقتدار المرأة البحرينية في تبوء أعلى المناصب وفي استشراف من سموها للمستقبل وضرورة تعزيز حضور المرأة البحرينية في سوق العمل الذي ترسم الثورة الصناعية الرابعة ملامحه قدمت سموها كل التوجيه والدعم اللازم للبدء بوضع خريطة طريق واضحة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية في مملكة البحرين من أجل ليس فقط ضمان حصول المرأة البحرينية على فرص عمل في علوم المستقبل بل وقيادة المرأة لعمليات التحول نحو اقتصاد المعرفة المنشودة في البحرين ومع بداية كل عام جديد يشحظ المجلس الأعلى للمرأة همته لتحقيق العديد من الإنجازات مستهلا ذلك بالكثير من الخطط والبرامج والفعاليات ومن أهمها مناسبة يوم المرأة البحرينية حيث أعلنت قرينة عاهل البلاد المفدة موضوع يوم المرأة البحرينية للعام 2020 والذي خصص للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي وفيما فاجأت جائحة كوفيت 19 العالم مع نهاية العام الفائت ومطلع العام الحالي كانت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تتابع عن كثب الاحتياجات المستجدة للمرأة البحرينية وتوجه سموها المجلس الأعلى للمرأة لتلبيتها بأقصى فعالية ممكنة وهذا ما كان من خلال حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين وفي بادلة إنسانية ليست بغريبة على صاحبة السمو الملكي وجهت سموها إلى تنسيق سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن أصدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق فاعل خير تسعة عشر عاما من الازدهار والتطور في مسيرة المرأة البحرينية رسمت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدح في ظه الله ملامحها وعملت دائما على استحقاق البحرين والبحرينيين للفخر بانتمائهم لوطن تزهو فيه المرأة وتحظى بكل هذا الدعم والتقدير من الجميع وتطمئن إلى مستقبل تحقق فيه المزيد من الإنجازات سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين